بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد لازلنا مع باب الإظهار والإضغام وقد ذكرنا في أول حديث عن هذا الباب أنه مقسم إلى ستة أقسام والإظهار والإضغام من أكثر الأمور التي وقعت في القرآن الكريم لأن القرآن لزل بلغة العرب ولغة العرب فيها من إظهار والإظهار والإضغام الشيء الكثير وكنا تحدثنا في الحديث السابق عن حروف التهجي المقطعة التي وردت في فواتح الصور وذكرنا أنها كلها سواكن أي ساكنة وأن كل حرف منها مستقل ساكن ثم مع ما يلقاها من الحروف الأخرى عند الكلمات التي تليها إذا كان أول الحرف حرف الكلمة التي تلي هذه الحروف من الحروف البعيدة عنها في المخارج والصفات فلا تضغم فيها أي حروف التهجي التي جاءت في فواتح الصور لا تضغم فإذا وليها حرف من الحروف المتقاربة حسب قواعد الإظهار والإظهام فقد اختلف فيها القرى منهم من أضغمها نظر لتقاربها ومنهم من أظهرها اعتدادا بأن هذه الحروف أي حروف التهجي وإن وقع حرف يليها وهو مقارب لها في المخرج فهي على نية القطع لا على نية الوصل والنظم ذكر منها كافها يا عين صاد عين صاد أي دال صاد التقى مع ذال ذكر رحمة ربك الدال والذال ذكرنا أنهم أنهما من الحروف يعني المتقاربان في المخرج فمنهم من أدغم دال صاد في ذال ذكر ومنهم من أظهرها ثم إن النظم رحمه الله ذكرنا يعذ من الذي في سورة البقرة وهو واحد جاء الباء فيه ساكن والتقى مع الميم كذلك القرى منهم من أظهره ومنهم من أدغمه الذي أدغمه وورش عن نافعين الذي أدغمه وقالون وورش وافقه بعض القرى وقالون كذلك وافقه بعض القرى عن الإدغام ثم خالص لنا النظم رحمه الله إلى كلمتين اختلف فيها ورش وقالون وهو قوله سبحانه وتعالى في سورة هود يا بني اركب معنا فالباء التقت مع الميم والباء والميم من مخرج واحد وهما شفتان فقالون أدغم باء اركب في ميم معنا اركب معنا وقالون أظهر الباء اركب معنا اركب معنا كذلك ذكر للنظم من الحرفين المتقاربين الثاء والذال التقت الثاء الساكين مع الذال في كلمة في مرضع واحد في سورة الأعراف عند قوله تعالى يلهث ذلك فقالون أدغم يلهث ذلك وورش أظهر ولكن قالوا له الوجهاني في الكلمة أي في اللفظين في اركب معنا ويلهث ذلك فله الاذهار كورش وله الاذغام له الاذغام أيضا ولكن الذي جرى به العمال ونقرأ به في رواية قالون هو الاذغام أي الاذغام باء اركب في ميم معنا واذغام ثاء يلهث في ذال ذلك ولم يلتق ذا ثاء ساكن مع الذال إلا في هذا الموضع في سورة الأعراف والتقى الثاء المحرك مع الذال في سورة آل عمران في قوله تعالى الحرث ذلك متاع الحياة الدنيا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذاب والفضة والخير المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا وهذا ليس من موضوعنا فأبو عمر البصري أدغم الثاء الحرف في ذلك لأنه يدغم الحرف المتحرك في مقاربه أو في مماثلي ولو أنه متحرك وهذا عنده من باب الإدغام الكبير من باب الإدغام الكبير وأما الإدغام الصغير فهو إدغام حرف ساكن في متحرك ولم يجتمع الثاء مع ذال الله في هذين الموضعين في سورة آل عمران الحرث ذلك وفي يلهث ذلك فقالوا له الإدغام في يلهث ذلك يلهث ذلك لأن الثاء والذال يخرجان من مخرج واحد فالإدغام صائغ الإدغام صائغ فمن أظهر نظر إلى قوة الحرف وضعفه وبعد مخرجه وإلى غير ذلك ومن أظهر نظر إلى أن الثاء والذال يخرجان من مخرج واحد وهو أنسب في الإدغام أي من وجه الإدغام هو أنسب وكلا الروايتين صحيحتين رواية ورش عن نافع ورواية قالون الذي له الوجهان في في يلهث ذلك والكم معنا لإدغام وإدغام كذلك صحيحاني الوجهان صحيحاني عن قالون إلا أن اختيارنا يعني أهل المغرب هو الإدغام لقالون والإدغام لورشين ثم قال الناظم رحمه الله ودال صاد مريم لذكري وما يعذب من روو للمصري وركب ويلهث والخلاف فيهما عن ابن مين والكثير أدغما وعنه نون نون معيسينا أظهر وخلف ورشهم بنونا كنا يعني شارعنا في شرحي هذا البيت وعنه نون نون معيسينا أظهر وخلف ورشهم بنونا ولهذا الناظم أتى بالضمير في قوله عنه وعنه نون أي وعن قالون لأنه سبق هو الذي سبق في البيت السابق قال وعنه نون نون معيسينا أظهر أي وأظهر قالون من جملة ما أظهر من حروف التهجي نون 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 أي من الحروف التهجي التي وقعت في فواتح الصوار في سورة نون قولي تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نون فتكتب في المصحف نون نحن 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 نوع من حروف التهجي ثم عصل الفمو ثلاثة المرات ثم عصل نيفو ثلاثة المرات ثم عصل نيفو ثلاثة المرات ثم عاود رسلي دي ثلاثة المرات ولكن هاد المرات حتى المرافكو ثم عصل نيفو ثلاثة المرات ثم عصل نيفو ثلاثة المرات عصل نيفو ثلاثة المرات ثم عصل نيفو ثلاثة المرات ثم عصل نيفو ثلاثة المرات هذا هو ولوده سهل مهل انسوش روا عباده يغفر به الله الدنوب وشعبه الدرجات وغير سطيلة دي الماء تكفي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيى على الصلاة حيى على الصلاة حيى على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعات الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤن أحد قل الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم أخويا المؤمن أختي المؤمنة هنتم سيادي هنتم مللياتي شفسوا أخونا المؤمن وهو كيصلي صلاة المغرب ثلاثة دركات جوجل الأولين بالفاتحة والصورة بالجهر ومن بعد التحيات جاب ركعة وحدة غيب الفاتحة وبسر ثم متحها وسلم وهذا الشي ما أخداش منه وقت كتير الله يتقبل مننا ومنكم صالح الأمال موسيقى أي وأظهر قالون من جملة ما أظهر من حروف التهجي نون 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 أي من حروف التهجي التي وقعت في فواتح الصوار في سورة نون قولي تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نون فتكتب في المصحف نون ولكن يلفظ بها لا يلفظ بها نون بل يلفظ بها نون أي بنون وواو ونون ساكنة بنون وواو ونون ساكنة في النطق في اللفظ يلفظ بثلاثة أحروف أي الكلمة مركبة في اللفظ من ثلاثة أحروف الحرف الواسط ساكن من حروف المد فهو من باب مد اللازم أي المد المتمكن المشبع وقال يمده مدا مشبعا وورش أيضا يمده مدا مشبعا لكن في المرتبتين متفاوتتين أي أن ورش أطول من قالوا وإن كان قال يمد مدا مشبعا وكذلك ورش ولكن عند المراكب فورش أطول من قالوا في المد فيمد مدا مشبعا متمكنا نون نون النون الساكنة التاقت مع الواو في قوله تعالى والقلم فهي مثل من ولي من ولي من ولي من ولي وهذا إذا التقى النون الساكنة مع الواو فاتفق القراءة على الإضغام أي أن ليس أحد من القراءة يظهر النون الساكنة عند الواو فكلهم أضغم النون الساكنة في الواوي إذا التقت ومن جملة النون الساكنة التي التقت مع الواو في فواتي هذه السورة سورة نون لكن قالوا يظهر ذكرنا أن النون الساكنة إذا التقت مع الواو فالقراءة باتفاق يدغمونها يدغمون النون الساكنة والتنوين في الواو لكن قالوا أظهر العلة في إظهاري قالوا لهذا النون الساكن مع الواو هو أن هذا النون حرف جاء في حروف التهجي الفواتح الصوار وحروف التهجي التي وقعت في الصوار كلها مبنية على السكت والقطعة أي تسكت وتقطع يعني عندما تقول نون والقلم تسكت على نية القطعة السكت هذا إما أنه وقت فتزيد في زمانه وإما أنه سكت فتسكت سكتاً خفيفة ثم تستمر تستمر فمن وقفا يقف يعني الوقف المعهود الذي يتنفس فيه عادة يعني ويستريح القاري ثم يستأنف فزمان الوقف أطول من زمان السكت فقال سكت سكت أو وقف سكته أو وقفه يعني لا يدغم الواو لا يدغم النون في الواو فيقرأ مثلاً بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون هذا السكت أو يقف فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون هذا الوقف أي زمان الوقف أطول من زمان السكت وكيل السكت والوقف لا يمكن الإدغام مع أمر ولهذا قال نظم عنه نون نون أظهر لكن قانون لا يصير ويظهر هذا لحن إذا لم يكن السكت أو الوقف ووصل النون الساكن من نون عند الواو ولم يدغم فهذا لحن لماذا لحن أولاً أنه يخالف اللغة العربية العرب لا تعرف النون الساكنة لا تعرف إظهار النون الساكنة عند الواو لغاتاً ولهذا من اللحن الشائع في الكلام يعني الشائع في الكلام الناس أنهم يقولوا من ويقولوا من وله من وله مثل من وله من وله هذا لحن لا في كلام العرب ولا في الحديث ولا في القرآن فالناس وقعا عندهم انفصام انفصام في لغتهم وفي تخاطبهم وفي في قواعد يعني قواعد العربية أي لسان العرب لسان العرب وهذا لحن سواء سواء في الكلام في المخاطبة أو الكلام أو الخطاب أو كذا إذا أظهر المتكلم أن ينساكن عند الواو فهذا لحن عيب في في كلامه عيب في كلامه لابد من الإرغام من ولي ولا نصر فإذا قلت من ولي لحن من ولي من ولي لحن وإذا قلت من ولي ولا من ولي من ولي ولا لحن اللحن في في لغة العرب قبيع عيب ولكن في القرآن أقبح في القرآن أقبح فمن قرأ من ولي ولا نصير من ولي ولا نصير وهذه القراءة العامة يعني التي لا لا ترتبط بأحكام القراءة ولا بأحكام التجويد هذا أقبح أقبح لأنه أول خالف اللغة العربية لسان العرب خالفه كانه يقرأ القرآن بغير لسان العرب وهذا مصيبة أنك تقرأ القرآن على غير لسان العرب ثانيا أن القراء تفق أي قاري وأي رواية أردت أن تقرأها فلست هذه من قراءته أي قاري فيكون الأمر أقرخ في كتاب الله تبارك وتعالى وفي كلام العرب هو قبيع لا ينبغي إذن فقالون عندما أظهر النون الساكن من النون عند الواو سكت سكت ليفصل ليفصل بين النون الساكن والواو وهذا قد نص علي الآئمة يعني الآئمة القراءة في مصنفاتهم وفي يعني أحكام التجويد نص على هذا وأن من أظهر لا بد للقارئ برواية قالون أن يسكت أو أن يقف وعنه نون نون مع يسين أظهر كذلك من جملة النون الساكنة التي التاقت مع الواو في قول تعالى يا سين والقرآن مثل نون والقالم يا سين يا سين يكتاب لي والسين لكن في النطق تمتق يا أي بيا وألف يا ثم السين تنتق بثلاثة أحروف سين بالسين واليا والنون واليا حرف مدين التاقت مع النون الساكنة فهي من باب المد اللازم فمن قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يا سين هذا له وهو حرام بسم الله الرحمن الرحيم يا سين لحد المد المتاصل المنفاصيل قرأه مدا بالمد الطبيعي وليس أحد من القراء أنه مد المد اللازم مدا طبيعي أبدا في مذاهب القراء كلهم إذن هذه القراءة التي يقرأ بها الناس غريبة غريبة عن لسان لسان العربي وغريبة حتى على على أحكام القراءة فلهذا على حفظة القرآن أن يتعلم أن يتعلم هذا المد هذا ناقص يعني ناقص من المد الذي لا تجز به القراءة أبدا لا تجز به القراءة أبدا والحاصل أن ياسين فيه نون التقى مع واو والقرآن الحكيم كذلك قالوا أظهر هذا النون من ياسين عند الواو من قوله تعالى والقرآن الحكيم إذن قالوا أظهر النون ساكن من نون عند الواو في قوله والقلام وكذلك أظهر نون ياسين نون ساكن عند واو والقرآن الحكيم هذا معنى قول النظم عنه نون نون مع ياسين أظهر أي أظهر أيها القاري قالوا قالوا وخلفوا ورشهم بنون وخلفوا ورشهم بنون أما ورش فهو قد أظهر من نون ياسين في واوي والقرآن بلا خلاف ورش أظهر من نون ياسين في واوي والقرآن بلا خلاف هذا الإضغام إضغام ناقص أي إضغام ناقص مع الغنى إذا وصل لكن نقف على ياسين فإذا سألت أحد الناس لا يعرف إذا وصل ولم يقف لا يعرف كيف كيف يصين لا يعرف لأن غياب العلم غياب العلم يجعل الإنسان لا يعرف فهو إذا وقف يقف هكذا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين لكن كيف يصين لا يعرف ولا ربما قال ياسين والقرآن الحكيم وهذا نحن أيضا إذن فورش إذا يعني وصل نون ياسين مع الوو إضغام كيف يقول بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم على البداوي قررنا هذه الكلمة بالإضغام بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم هكذا إذا وصل ورش يعني أو ياسين يعني مع هو القرآن فله الإضغام الناقص إضغام الناقص مع الغنى مع المد الطويل أعيد بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم فهذا الوصل لا يعرفه كثير من الناس كثير من حافظة القرآن لا يعرف هذا لا يعرف السبب كما ذكرنا غياب العلم وأن القرآن يحتاج إلى علم لا ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن مثل الأمي لا لا بد من العلم لتعرف كيف تصير كيف تقف كيف يعني أمور كثيرة فغياب العلم يجعل الإنسان يسير في الظلمات غياب العلم يجعل الإنسان يسير في الظلمات وقد جعل الله العلم نورا في كل شيء العلم نور العلم نهار والجهل ليل العلم نهار والجهل ليل كذلك بالنسبة لنون والقلم ورش كذلك له الوجهان وهذا معنى قال القول النظيم وخلف ورشهم بنون أي واختلف عن ورش فله الوجهان في نون في نون نون والقلم له الوجهان معنى له الوجهان أي له الإظهار وله الإظهار في ياسين قول واحد وأنه له الإظهار في ياسين والقرآن في نون والقلم له وجهان الإظهار والإظهار لوارسين إذن العمر من ثلاث من ثلاثة قالوا له الإظهار فيه ما أي في نون والقلم وياسين والقرآن ورش له وجه واحد له وجه واحد في ياسين والقرآن أي الإضغام فقط له في نون والقلام وجهان الإظهار والإضغام فنقرأ مثل ورش في نون بالإظهار فإذا أظهرنا لابد من السكت فنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون هذا وجه الإظهار وأيضا نقرأ له بوجه الإضغام بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون اقرأ بالإظهار وبالإضغام بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون حتى يمد الإسان المد المشبع عادي يدخل في الإضغام مع الغنة يعني ينتبه ينتبه الإسان أن يخلط المد مع الغنة لا حتى تشبع المد المد الواو من نون حتى تشبعه مدًا مشبعًا وتمكن المد ثم تدخل في باب الإضغام الإضغام الناقص مع الغنة أي تدخل من نون إضغاما ناقصا في الواو ثم صوت يخرج من الأنف هذا الإضغام الناقص إذن لابد الإسان أن يمد مد المشبعان يمكن المد ثم يشرع في الإضغام الناقص ثم الغنة مصاحبة للإضغام الناقص لأن الإضغام الإضغام الناقص هو عمل النسان عمل النسان مع الشفتين الواو وهذا الإضغام الذي هو عمل الفن يصحبه صوت يخرج من الأنف يصحبه صوت يخرج من الأنف فيكون القارق جمع بين الإضغام وصوت الغنة وهذا القسم من قسم الإضغام هو الذي يتفرق الصوت فيخرج من الأنف والحرف المدغم أو كذا يخرج من مخرجه مثال النون نون يرسق لسانه بأعلى الفن الأن ثم يصحبه بصوت يخرج من الأنف كما قال العلام أبو عبد الله الخراس رحمه الله قال لابد أن يخرج النون مستوفا أي وافي بصفته ولابد من جرايان الغنة في الأنف في الخيشوم لا بد من جرايان الغنة فتحس في أنف كأنه تحرك تحرك الأنف تحرك جرت فيه الغنة جرى فيه صوت جرى فيه صوت ثم الغنة مثلها يعني العلماء بصوت الغزالة إذا فقدت ولدها الغزالة إذا فقدت ولدها يصير لها غنة غنة أي يصير لها خنين فهذا هو الصوت هذا هو صوت الغنة صوت الغنة كثير من الناس أو بعض الناس يخرجها من فامه وهذا لا ينبغي لأن الغنة تخرج من الأنف لا بد أن يخرج أن يخرج القارئ الغنة صوت الغنة من الأنف بحيث لو أراد يعني لو أراد أن يجرب وهي هي تخرج من الأنف أو لا تخرج عند صوت الغنة يسد أنفه فإذا قطع الصوت عالم أن الغنة تخرج من أنفه وإذا سد أنفه وما زال الصوت فيعلم أن الصوت لا يخرج من الغنة ولا يخرج من مخرجه الذي بغي أن يكون منه يعني هذا الإساءل يجرب إذن فورش له وجه الإظهار في نون فإذا أظهر يقرأ بوجه الإظهار بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون قطع يعني قطع الصوت حتى يعني حتى يفصل النون الساكن يفصل عن الواو يفصل لأن لا يمكن كما ذكرنا أن النون الساكن تظهر عند الواو لا يمكن إلا بالسكت أو الوقف فنحن يعني في الوقف الهبطي ناقف وقف يعني اقرأ بالوقف بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون نون إذن هذا زمان الوقف أكذا هذا هذا الزمان الوقف ليس خاصا في نون والقلام ولا كذا لا هذا هذا الوقف أكذا ينبغي على قارئ القرآن أن يقف بهذا الوقف ذكرت في بعض يعني الأحاديث أن أن الناس يعني عندنا لا يقفون وإنما يقرأون القرآن بالسكت لأن إذا يعني سكت ثم سرعة استأنفت القرآن هذا لسا وقفا هذا السكت هذا السكت وخصوصا مثال في التراويح وكذلك في غير التراويح ولهذا مثلا يعني القراء الكبار تجدهم يعني تجدهم يعني من أراد أن يتعلم مثل زمان سكت يتعلم زمان سكت فقط فعلي مثلا بالشيخ المنشاوي الشيخ الحصاري يعني وغيرهم من القراء يتعلم زمان الوقف يتعلم زمان الوقف هذا هو زمان الوقف مثلا الشيخ المنشاوي رحمه الله والشيخ الحصاري وغيرهم والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمد عبد الباص يعني هذا هؤلاء الناس يقفون ويتممون زمان الوقف زمان الوقف لابد الإساني أن يتذرب على هذا على زمان الوقف لأن القرآن لا يليق بالعجلة القرآن لا منزه عن العجلة وعن الإسراع لأن هذا كلام الله والله أمرنا بالترثيل والتمهل في القراءة والتفكر وهذا الوقف يساعدك على التفكر ثم يساعدك على الصراحة الصراحة النفس لتبقى لتقرأ القرآن بدون أن تجد حرج أو تعاب لأن الحرج والتعاب يحول بينك وبين تدبر القرآن الكريم فتصبح تقرأ القرآن وأنت في تعاب لا تتأمله لا تتفكر فيه لا تنظر إلى عجائبه وآياته ومعجزاته فلهذا الوقف يعني يساعد على التدبر واتفقه في كلام الله وفي الآية عندما تقف تتفكر في الآية هذا هو الذي ينبغي أن يقرأ القرآن بهذه الكيفية وأما إذا كان الإنسان يسترسل في القراءة ويسرع وهكذا أول يمر عليه وقت فيجد الإنسان أنه يقرأ القرآن وهو في حرج في تعاب في ضيق القرآن لا ينبغي أن يقرأ هكذا وأنت في حرج لا القرآن تقرأه وأنت في استراحة في تفكر في تمهول في انشراح صدر في حلاوة تجد في التلاوة حلاوة لذة مع كلام الله تبارك وتعالى فإذا شغلك التعب والحرش لا تستفيد من قراءة القرآن كثيرا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المخاري يقول اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم عنه فقوموا صحيح ما بقت قراءة فإذا اختلفتم عنه فقوموا ما بقيت القراءة اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبه أي ما اجتمعت عليه قلوبكم عقولكم قلوبكم قلبكم اجتمع على كتاب الله في التأمر في التفكر في تحقيق الكلمات في تفكيك الحروف في المحافظة على صفات حروف مخارج الحروف كامل قراءة كامل تجويد والتدبر والتفهم فإذا كان قلبك هكذا أما إذا صار قلبك في شغل في تعام في ضيق فالنبي قال فقوموا عنه آي لا تقرأ فالقرآن يحتاج إلى استعداد يحتاج إلى استعداد لقراءته وللاستماع إليه أيضا استماع كلام الله هذا كلام الله ما يشيه يا ذا لا فإذا عطيناه حقه من التقدير هكذا والاحترام والتهيؤ التهيؤ النفسي والاستعداد الروحي وفراغ القلب مما يشغل وفراغ العقل مما يلهي كانت القراءة يستفيد صاحبها لكن إذا شغلوا شيء من هذه الأمور التي هكذا فيصبح الإيسان أنه اللفظ يخرج ولكن لا عقل له مع اللفظ هذه القراءة أحسن أن يقوم عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفتم عنه فقوموا فكلام الله هكذا يجب أن يقرأ بهذه الكيفية حتى أن القارئ إذا كان يقرأ وهو منشرح الصدر عدم باله غير مشغول الناس يستفيدون من قراءته الناس يستفيدون من قراءته فإذا كان يقرأه وهو في حراج في ضيق في الشدة حتى الناس يستمعون إليه تحسنوا لهم هذا الحراج وهذه الشدة فتكون الفائدة قليلة الجدوة بمية هذه الكيفية وليس المراد أنك تقرأ القرآن كثيرا أو كذا لا بل المراد أنك تقرأ قراءة صحيحة بأحكامها ثم التأمل والتفكور فيها وإذا قرأت الشيء القليل من القرآن يكفيك بهذه الكيفية ولهذا الله قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن فاقرأوا ما تيسر من فليس الغرض هو القسم لا ليس الغرض هو القسم أنك تقرأ الكثير أو الكثير لا بل الغرض هو التفكور والتفهم والقراءة تكون صحيحة وأنت في فراغ من البال والقلب والعقل هذه الكيفية التي تحصل فيها يعني فهم القرآن وتتبر القرآن الكريم قال النظم عنه نون نون مع يسينا أظهر وخلف ورشهم بنون وعنه نون نون مع يسينا أظهر وخلف ورشهم بنون ذكر الدغا من نون والتنوين والقلب والإخفاء والتبين هذا هو الفصل الأخير من الفصول الستة وهو أحكام النون الساكن والتنوين أحكام النون الساكن والتنوين وهو من الباب المهمة وهو من الفصول المهمة في هذا الباب هذا وهو تعدد كثيرا أكثر من غيره من باب الإظهار والإظهام أي أحكام النون الساكن والتنوين تعددت في القرآن وكثرت أكثر من غيرها أكثر من غيرها فإن شاء الله في الدرس يعني في الحديث الآتي إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل في هذا الفصل وسنتحدث عنه ما تيسر لنا ونسأل الله تعالي فعنا وإياكم بالعلم بالعلم القرآن وبالعلم جميعا سبحان ربك رب العزة عما يسيهون وسلام والحمد لله رب العالم